موسيقى مرحبا بكم مشاهدين في الرئاسية الجزائر تدخل الجزائر صمتها الانتخابية على بعد أربعة أيام من استحقاقها الرئاسي الذي بدأ في الخارج مترافقا مع تظاهرات رافضة له في انعكاس للمشهد داخل البلاد أسبوع من الحملات الانتخابية لمرشحين خمسة تنافسوا على استقطاب أصوات الجزائرين انطلاقا من الاقتصاد ومكافحة الفساد وتحسين القدرة الشرائية كعناوين رئيسة مرت الحملات الانتخابية من دون حوادث دراماتيكية من شأنها التأثير في الاستحقاق الانتخابي في ظل إصرار المؤسسة العسكرية على حمايته كما على حماية التظاهرات الشعبية مع اقتراب الجزائريين من الموعد المنتظر يبدو أنه ليس بمقدور أحد الجزم بالمرشح الذي سيصل إلى قصر المرادية وهذه يمكن أن تسجل على أنها إيجابية حيث الترقب سيد الموقف لما ستفرده صناديق الاقتراع لا لجهة هوية الرئيس الجديد للبلاد بل للمرحلة التي ستلي يوم الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر ومدى إمكانية إحداث تغيير ولسيما في القضايا الرئيسية التي تهم المواطن الجزائري هذه فحوة ما سنناقشه في هذه الحلقة من رئيسية الجزائر مع ضيفين من العاصمة الجزائر معنا سيد أحمد حفصي الكاتب والباحث السياسي وكذا معنا من العاصمة الجزائر سيد ردوان منصوري الكاتب والباحث السياسي مرحبا بكم وقبل أن نفتح النقاش نتعرف على ضيفين في هذا التقرير أحمد حفصي أعلمي ومحلل سياسي صحفي سابق في الإذاعة الوطنية الجزائرية رئيس تحرير سابق في قناة النهار الإخبارية كاتب وصحفي متعاون مع صحف ومواقع عربية عديدة ردوان منصوري ناشط سياسي أكاديمي في كلية العلوم السياسية في جامعة الجزائر أعلمي وكاتب سياسي في صحف ومواقع جزائرية مرحبا بضيفين وبما أننا نغلق اليوم صفحة الحملات الانتخابية قبل الدخول في صمت الانتخابي سنقيم الحملات الانتخابية من وجهة نظركما إن كان سيد أحمد حفصي أو سيد ردوان منصوري في انطلاقة هذه الحلقة وأبدأ معك سيد حفصي ما تقييمك للحملات الانتخابية بالنظر لما شهده الشارع من حراك بين من أيد هذا الخيار للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية ومن يرفض في البداية دعيني أضعك في صورة وأضع أيضا المشاهد العربي في تجليات الموقف أو المشهد الجزائري قبل أقل من 72 ساعة عن توجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري مسجل إلى صندوق الاقتراع لبعث أن نذكر أيضا أن الجالية الجزائرية في مختلف عواصم العالم قد شرعت قبل 24 ساعة في عمليات التصويت رغم الحملات التي تبنتها بعض الأطراف التي تطعن في المصار الانتخابي والتي تبنت خيار المعارضة لهذا الموعد الانتخابي للأسف الشديد البعض أصبح يمارس هنا في الجزائر وبكل وقاحة ديكتاتورية الشارع عبر إعدام أي رأي مخالف عبر تبني لغة السب والشتم والتخوين تجاه كل من يؤيد المصار الانتخابي وبالتالي الجزائر الآن تعيش حالة استفاف بين معسكرين بين طيار يدعم خيارات التوجه نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد ويعتبر الانتخابات الرئاسية هي المخرج الأقل ضررا وتكلفة وطيار آخر يبدو أنه ألف عهد المراحل الانتقالية على المقاس هذا الطيار كان يريد سيد حفسي من تقصد؟ من تقصد؟ وماذا تضع في التخوفات؟ أنا أقصد بل أجزم أن من يطعن اليوم في خيارات المؤسسة العسكرية ومن يعادي ويناصب العداء لقيادات الجيش هم من كانوا يريدون الوصول إلى قصر المرادية على ظهر دبابة يعني ننهي حكم عصابة بوتفليقة ونأتي بعصابة أخرى بكل طرق عداء الصندوق وبالتالي الجزائريون على موعد مع انتخاب رئيس مدني للبلاد ينهي عهد المراحل الانتقالية صحيح شهدنا حملة انتخابية باهتة أولا للعديد من الأسباب لأن الشارع الجزائري منقسم بين مؤيد ومعارض أيضا للأسف الشديد انخرط على البعض في حملة مطاردة للمترشحين في الولايات الجزائرية حيث للأسف الشديد شهدنا مهازل صنعها البعض لأنه من ينادي بالتغيير من ينادي إلى احترام حرية التعبير من ينادي إلى احترام الحريات من ينادي إلى جزائر جديدة للأسف الشديد هم أول من يكفرون بقرارة للعبادية نقوم بأنك قلت بأن هناك انقسام في الشارع وبالتالي هذا خيار في انقسام بالشارع وليس بالضرورة ذلك يحمل أجندات أنا أخذ مما قلت لكنك ترى بأن هناك من يعمل بخلفيات بعينها بأجندات بعينها لمحاربة خيار الانتخابات والذي هو أفضل الحلول الآن بنظر لما وصل إليه بنا سمحنا أن نستشير أيضا بالرأي ونستمزج الرأي لو سمحت وأعود إليك بكل الأحوال لابد أن أعقب على كلامك لابد أن أعقب على كلامك سأعود إليك سيد حفصي سيد منصوري أعقب على كلامك بخصوص من أقصد أنا أقصد من نصبوا أنفسهم أوصياء على الحراك الشعبي من نصبوا أنفسهم على الحراك الشعبي هم من يتحملون الوضع الذي نعيش فيه الآن لأن من نصب نفسه وضمير حيي بالشعب الجزائري إما أن يكون هناك أطراف وأسماء يتم تسميتها أمنو أن نتحدث عن قتال طواحين هوا سامحني مجددا كنت أريد أن توضح عن أي أسماء تتحدثين عن أي أسماء تتحدثين والسلطات الرسمية الجزائرية تتحدث عن طابور خامس في الجزائر يحدم الأجندة الفرنسية عن أي أسماء تتحدثين وبين نجاليا فرنسية وأزناب العصابة عن أي أسماء تتحدثين بما ترحه سيد حفصي وكيف تقيم المشهد الانتخابي عموما طالما أيضا أدل بدلو السيد حفصي في هذا الإطار إضافة لمشهد الحملات الانتخابية التي قال ضيفنا بأنها كانت باهتة هل غيرت مع المناظرات ربما من وجهة البعض إن كان متحفظا أو غير مؤيدا لهذا الخيار أو هو الانتخابات الرئاسية السلام عليكم شكرا للاستضافة وتحية لكل المشاهدين العرب عبر قناة الميادين الحقيقة يمكن أن نقول أن الانتخابات الحالية ربما هي أسوأ حملات انتخابية في تاريخ الجزائر حتى الحملات الانتخابية التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتريقة لم تكن بهذا الشكل الباهت لأن رغم أن السلطة في السابق كانت في كل مرة تتحايل على الشعب وتحاول القيام بدعاية معينة أن الانتخابات نازيهة وحرة ولكن ما تغير بعد الحراك أن الشعب أصبح مهتم بالشأن العام وأصبح رفض هذه الانتخابات ظاهر سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام الدولية أو حتى في الشارع لأن الحراك لا يزال مستمر خاصة بيوم الجمعة والتولتاء هناك حراك قوي يرفض لهذه الانتخابات وطبعا الحراك ليس ضد الانتخابات كآلية بل هو ضد هذه الانتخابات وطريقة الوصول إلى هذه الانتخابات لأنه لجنة الحوار لم تكن من صلب الشعب وأيضا لجنة مراقبة الانتخابات غير حقيقية هي التي تعبر عن ما يطالب به الشعب الجزائري الدليل أن الشعب قد رفض لجنة الحوار كما رفض لجنة مراقبة الانتخابات لهذا نجد هناك عدم اهتمام بهذه الحملة الانتخابية خاصة هناك رفض كبير للمترشيحين الخمس فالمترشيحين الخمس لا يعبرون عن القاعدة الشعبية العريضة لكن سيد منصوري قبل الحديث عن المشكلة في الأشخاص الذين ترشحوا أم نتحدث عن انقسام حقيقي يعني الحراكة الذي كان عنوانا غير في بوصلته المشهد السياسي والعملية السياسية تقريبا في الجزائر انقسم ليس نفس الحراكة الذي خرج في سببات فبراير الماضي ليوم هناك انقسام وبالتالي لا يستطيع أن يعبر على أنه مزاج كامل بالنسبة للشارع الجزائري خصوصا ذلك الذي انتفض ونزل إلى الشارع ما يقوله السيد حفصي مهم جدا هناك من يختلق هناك من يوظف أجندات وهذا فيه جانبا من الصحة لأنه بلد فيه كما يتم توصيف لا أدري إن كان بإمكاني لا أدري إن كان حسب طبيعة هذا البرنامج لا أدري إن كان أستطيع أن أعلق على أو أعقب على ما قاله ضيفك من الجزائر أريد أن أفهم منه بالنقطة التي طرحتها قبل أن نعود إليك في هذه النقطة تحديدا هناك من يستطيع سياسة الكرسي الشاغر سيد الكريم في هذه النقطة بالذات ما تبنى سياسة الكرسي الشاغر في هذه النقطة بالذات يمكن الحديث على أن أول مطالب الحراك كانت واضحة وهي أن يسترد الشعب مطالبه يسترد الشعب سيادته وطبعا الحراك يمثل الشعب كله هناك إديولوجيات وتيارات مختلفة الحراك ليس حزب سياسي وليس مطالب أن يبعت بمرشح معين أو ببرنامج سياسي معين بل الشعب خرج من أجل الضغط لإيجاد حلول والحلول هذه لا يفرضها الشعب وحده بل هناك الشعب والمجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات السيادية مثل المؤسسة العسكرية كل هذا كان يجب أن يتفقوا على حل يرضي الأغلبية من الشعب طبعا هناك فئة من الشعب مع الذهاب إلى الانتخابات ولكن الغريب أن العديد من الأشخاص الذين يريدون الانتخاب ليس اقتناعا بالشخصيات الخمسة المرشحة بل خوفا بعد وجود دعاية إعلامية كبيرة دفعت بالبعض أن يفكر في الانتخاب خوفا من مصير البلد فقط ولكنه غير مقتنع بالمترشحين الخمس وبالعملية الانتخابية وبالنزاهة العملية الانتخابية وهناك العديد من المؤشرات توضح ولا مجال للشك أن الانتخابات مشبوهة لأن هناك مثلا غلق إعلامي اعتقال متظاهرين منع المتظاهرين من المشاركة في المسيرات هذا كله يبعت على عدم الإطمئنان والارتياح من العملية الانتخابية مثلا هناك في الوسائل الإعلام العمومية والخاصة في الجزائر هناك رأي واحد لا أريكم إلا من أرى كيف تذهب إلى الانتخابات وأنت لا تستطيع أن تعبر على رأيه هذه نقطة مهمة سيد منصوري بس لأنه سألك سؤال سيد حفصي عن موضوع تأييد الكرسي الشاغر سألك سؤال سيد حفصي عن من أيد الكرسي الشاغر في البلاد من تبنى سياسة الكرسي الشاغر وقاطع كل جولات الحوار من أراد هيئة رئاسية على المقاص من نصب نفسه وصيا على الحراك الذي تتكلم عنه أنت الآن هل حرك الشعبي قدم مترشح وقامت الإدارة بإقصائه بعد أن جمع التوقعات؟ سيد منصوري من تبنى سياسة الكرسي الشاغر؟ من؟ الحراك ليس مطلوب من الحراك أن يقدم مترشح إن الحراك يحتوي على فئات إيديواجية وحزبية متنوعة لهذا ليس مطلوب من الحراك أن يقدم مترشح بل المطلوب من السلطة أن تنظم انتخابات حقيقية في هذه الانتخابات الحقيقية يختار من يختار المشكلة ليست في المترشح المشكلة في أن الانتخابات غير حقيقية ولا تعبر على الإرادة الشعبية وهناك بوادر عديدة تعبر على أن الانتخابات ليست حقيقية والدليل أن الإعلام مغلق اعتقال متظاهرين هذا تحدث كافي أن لا يبعث التقة في الجمهور أن يذهب إلى الانتخابات بل هناك تخويف وتليم للناس أن تذهب إلى الانتخابات أريد أن أسمع سيد حفصي ردا عليها موضوع الإعلام هو موضوع مهم لأن هناك من يقول أو حتى يرصد بالواقع العملي بأن الإعلام في بداية الحراك تحفظ ومن ثم تابع بشكل كبير ومن ثم امتنع بشكل تقريب كامل عن مواكبة الحراك أو اختلفت وأنت إعلامي وتعملت بهذا المجال هذا يدفع إلى أنه في صوت أو رأي واحد يراد أن يقدم للشعب الجزائري خصوصا ذلك الرافض طالما تتهم أن هناك من يقوم بعملية دكتاتورية مقابلة للمسار الذي وصل إليه أصحاب خيار الانتخابات الرئاسية تفضل سيد حفصي لكن أنا لا أفهم كل من أقابله برأي مخالف وأطرح عليه السؤال المتعلق بمن تبنى سياسة الكرسي الشاغر وعاد الانتخابات كيف يمكن أن نخرج من الأزمة لا أجد الإجابة للأسف الشديد وهذه هي سياسة الهروب إلى الأمام التي تمارس اليوم من قبل من أسميهم أنا شخصيا أدعياء الثورة هؤلاء هم أدعياء الثورة الجدد أو قطاع طرق نعم قطاع طرق لأنهم أرادوا مكاسب آنية أرادوا مغانم على ظهر الحراك الشعبي الحراك الشعبي انحرف هل تعلمين سيدتي متى انحرف الحراك الشعبي انحرف يوم سقوط بوتفليقة ونظامه انحرف يوم الزج برموز العصابة في السجون هنا حولوا بوصلتهم نحو المؤسسة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية قالت لا للإقلابات سيد حفسي ما يخرج حتى مشاعرات في الشارع تأييد كامل المؤسسة العسكرية والتفاف حول خيارات حتى هذه المؤسسة العسكرية لا نرى أصوات تتحدث بالطريقة التي تتفضل بطرحها بهذا الشكل الكبير هذه نقطة ونقطة الإعلام ونقطة الإعلام وأنا أتابع أفضل هل يمكن أن أخرج مثل حقا دون أن أتابع ضيفنا بالمناسبة ضيفنا بالمناسبة هو من يعيد أيضا الخيار المؤسسة العسكرية ويدعمها الجيش الوطني الجزائري ولكن هو يتحدث عن خيارات أخرى كان ممكن ذلك الذهاب باتجاهها لكن نقطة الإعلام كيف تعلق عليها قبل الذهاب بالسيد منصوري ما هي هذه الخيارات؟ سيد منصوري نسمع السيد منصوري الخيارات الأخرى سيد منصوري نسمع سيد منصوري نسمع سيد منصوري طبعا الأخ يقوم بنفس في الصيبية هي نفس الدعاية التي كانت تقوم بها السلطة عندما خرجنا ضد العهد الرابعة والأخ كان يشتغل في قناة قامت بدعاية إعلامية مغرضة ضد الذين خرجوا ضد العهد الرابعة في عهد بوتفريقة ونفس الشي عندما خرجنا في يوم 22 فبري ونحن من حملنا شعار جيش شعب خاوة خاوة لأن الشعب الجزائري ليس ضد المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية تدخلت في الشأن السياسي واقترحت حلو السياسية وهذا يعني أن من الطبيع أن يكون هناك انتقاد سياسي للمؤسسة العسكرية مدام تدخلت في الشأن السياسي طبيعيا أن يكون هناك انتقاد سياسي للمؤسسة العسكرية ولكن الانتقاد هذا لا يعني تخوين المؤسسة العسكرية مثل ما لا نريد من السلطات أن تخون الشعب الذي في الشارع الشعب هذا يتشكل من مختلف تيارات ووطنيين إلى أقصى الحدود والدليل أن المسئلات استمرت لعشرة أشهر لا تزال سلمية ونحن قد طالبنا بعدم التدخل الأجنبي ورفعنا شعارات بكل اللغات في الأسبوع الثالث والرابع يعني عندما أزلت السلطة حينها هل يمكن أنه عقب لأنه لا يوجد عدل في توزيع الوقت؟ نحن كنا ضد التدخل الخارجي لا يوجد عدل في توزيع الوقت؟ ومع ذلك الحلقة مستمرة لدينا حوالي 30 دقيقة أخرى وستستطيع أن تعبر عن نفسك إذا سمحت سيد حفصي الوقت يقسم في عدل وأنت أخذت حتى الآن الوقت الأكثر وأنت مدعولي حتى تحضر إعادة الحلقة لتأكد من ذلك حيث وصلنا إليها بعد حوالي 17 دقيقة هل يمكن أنه عقب على مقال؟ تفضل سيد حفصي في البداية أنا أستغرب حقيقة والشعب الجزائري كله يتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات التلفزيونية كيف تحاكم قيادات الجيش في الشارع بعبارات تخوينية وهذا أمر مقرف ولا يمثل الجزائريين والجزائريين قالوا لا ضد تخوين قيادات المؤسسة العسكرية وأتحدى ضيفك هنا من هذا البلاطو أن أستعرض عليكم كل الفيديوهات التي تخون قيادات الجيش لذلك لا يمكن المزايدة في هذه النقطة ضيفك يتحدث عن سلمية الحرك الشعبي الذي انحرفه هل يمكنك ضيفي الكريم أن تدين على المباشر ما يحدث أمام القنصوليات الجزائرية بالخارج من إرهاب لفظي هل يمكنك أن تدين ذلك باسم حرية التعبير تمارسون الدكتاتورية على الشعب وعلى الرأي المخالف ولعلمك سيدتي طرحتي سؤال يتعلق بالمشهد الإعلامي نحن كإعلام في الجزائر اكتشفنا كما اكتشف كل الجزائريين أننا كنا في دولة عصابات عصابة متحالفة مع عصابة أخرى على ظهر الشعب لم نكن نعلم من هو على حق ومن هو على باطل طبعا كنا في دولة عصابات كنا في دولة عصابات وكنتم تدافعون عنها عبر قناتكم كنتم تدافعون على العصابات على اكتشفتم ألم السياسة بعد 22 فبري على الظلم على الغلق الإعلامي سيد منصوري تفضل بخصوص العنف الذي تحدث عنه أتركني أجيبك أتركني أجيبك من فضلك أتركني أجيبك بخصوص العنف هذا يعني أنك لا تتابع مواطع الاتحاد الأوروبي لأن أغلبية أفراد الحراك يدين سمعه سيد حوزي سمعه لو سمعه أي عنف مهما كان ولا الحرك سمي لا يزال يجتمع وهو يدين أي عنف مهما كان العنف أي شكل من الأشكال ولذلك أن الشخص الذي يريد أن ينتخب أو الذي لا يريد أو لا يريد أن ينتخب هو حر هو حر أن يفعل ذلك في أي مكان سواء في الخارج أو في الجزائر ولكن من حقنا أيضا أن لا يكون هناك عنف ضد الحراك عنف ضد الشخص الذي يتظاهر أو يرفض إجراء الانتخابات من حق المواطن دستوريا أن يخرج إلى الشارع ويتظاهر في أي وقت يريده من أجل أن يرفض هذه الانتخابات لأنه غير مقتنع بها في نفس الوقت الشخص الذي مع الانتخابات هو حر أن يتظاهر وقد رأينا مسيرات وأنه تحاول من ضيق على المتظاهرين السبت السابق مسيرات تدعم الانتخابات كانت سلمية ولم يتدخل أي مواطن ضدهم سيد منصوري يريد أن أطرح سؤال هل هناك فعلا اختراق حصل للحراك حيث وصل بمعنى هل يمكن فعلا أن نسلم بأنه بلد مثل الجزائر بالنظر إلى الحكم السابق الذي كان فيه وتحت عنوان العصابة الآن بعض رموزها يتم حاسبتهم وحاكمتهم أيضا في المحاكم الجزائرية وهذه تاريخية أن نقول بأنه لا يوجد أطراف تستثمر بالحراك أو تحاول أن تجند بعضا منه لصالح أجنداتها هل هذا سوي أن نقول أنه لا يوجد حرف أو محاولة لاستثمار أولا الجواب بسيط جدا من المستحيل أن يكون اختراق للحراك الشعبي لأن الحراك الشعبي هو أصلا مراقب بدقة من طرف قوات الأمن والجيش والمخابرات يعني مجرد الحديث عن الاختراق هو إهانة لمؤسساتنا الأمنية نحن دائما في الحراك نجد أطراف حولنا من رجال الأمن هي تراقب أي أطراف أجنبية قد تتدخل سواء بشعارات أو أفراد لهذا الحديث عن التدخل للحراك هو إهانة للمؤسسة الأمنية وليس للحراك هذا من شقه الأمني من الشق السياسي الحراك الشعبي يحتوي على العديد من الطيارات السياسية يعني من الطبيعي تجدين شخص يريد مرحلة انتقالية شخص يريد مجلس تأسيسي ولكن الغالبية الساحقة من الشعب الجزائري هي مع انتخابات حرة ونزيهة يعني نحن لا نعارض الآلية كآلية لا يوجد آلية أخرى من أجل تحقيق سيادة الشعبية وتطبيق المادة سبعة وثمانية من الدستور الجزائري غير الدهاب إلى انتخابات ولكن أي انتخابات نحن نحتاج إلى انتخابات حقيقية الانتخابات الحقيقية شكلها ظاهر وهو أن تكون حرية الإعلام مكفولة للجميع أن يكون حرية التظاهر مكفولة للجميع ونحن العنف نرفضه الأخ قال أتحدىك أن ترفض العنف ربما يجب أن يعود إلى الأفكار التي نطرحها من أول يوم 22 فبري أننا ضد العنف مهما كان وسنبقى ضد العنف لأن العنف هذه سوف يسيء إلى الحراق من المسيء إلى الشعب الجزائري انتخابات في الخارج قد بدأت بما فيها قبل انتقال السيد حفصي في إدانة منكم كما أتوجه نحن ندين أي عنف شكلي مهما كان ولكن مع الوقوف الوقوف أمام مكاتب الانتخابات للتنديد بالانتخابات بدون استعمال عنف بدون أدية أي شخص وكل شخص حر أن يذهب لينتخل سواء في الخارج أو في الجزائر أما الاحتجاج أمام المكاتب فهو أمر طبيعي وهذا فصل مهم سيد حفصي هي في جوهر الأمر في الخلاصات بأن البلاد تمر بتحول مهم جدا يحتاج إلى أن يكون ذلك على مراحل هذا ما أفهمه السيد منصوري أو من يؤيد هذا الخيار يعني رفض الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية بمعنى أن الحوار كان صوريا من شارك فيه لم يكونوا من الأعضاء الذين يرضى عنهم كل الحراك أو تم انتقاءهم من النظام بشكل أو بآخر أو ممن يؤيدون في السلطة هذا الخيار لانتخابات ما أفرز من السلطة المستقلة للانتخابات أيضا بشكلها غير مرضي عنها من يشرف عليه غير مرضي أيضا عنها كيف تم قونا حتى القوانين للوصول لانتخابات غير مرضي عنها وبالتالي هناك تخوفات ترتقي إلى حجم مقاطعة وهذا سينعكس بطبيعة الحال والأساس والعنوان الأساسي هي نسبة الإقبال التي تصاحبها مخاوف أنها لن تكون كبيرة وهنا المحك الأساسي الذي على أساسه سيكون حجم القبول والرفض للخيار الانتخابي من عدمه ما رأيك ستحفزي؟ أولا المقاطعة هي خيار ديمقراطي محترم لا أحد يجبر الجزائرين على ذهاب نحو سندق الاقتراع المرفوض هو البلطجة التي تمنع الجزائرين من حقهم في التعبير عن مواقفهم سواء في صندق الاقتراع أو في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي يوجد إرهاب لفظي وجسدي ومعنوي يحدث في هذه الأثناء أمام كل القنصليات الجزائرية في الخارج هل هذو يمثلون الحراك؟ هذا السؤال الذي لم نجد له إجابة بعد بالمقابل الانتخابات الرئاسية هي الخيار الأقل ضررا وتكلفة للبلاد لأن اختيار رئيس مدني جديد للبلاد سيؤيد ثكنة أو قبعة الجيش إلى الثكنة كتحصيل حاصل لأن المؤسسة المعسكرية تدخلت لملء الفراغة وبالتالي بحكم أن اكتشفنا كما اكتشف كل الجزائريين أننا كنا في دولة عصابات كنا في دولة لمؤسسات واكتشفنا أيضا أن الأحزاب السياسية عبارة عن سجلات تجارية أن الجمعيات والمجتمع المدني هو عبارة عن لجان مساندة وبالتالي نحن أمام أمر واقع من يريد التغيير من يريد تجسيد مطالب الحراك عليه الذهاب للانتخابات وبعد الانتخابات أول ورشة الاستجابة لمطالب الشعب هي تعديل الدستور وفق مطالب الحراك الشعبي لأن الديمقراطية واستقلالية العدالة ونزاهة القضاء وحرية التعبير والصحافة وغيرها من الشعارات البراقة التي يرددونها ويكفرون بها في نفس الوقت أنا أبقى معك لكن نقطة التي يصر عليها سيد منصوري هو ليس رفض آلية الانتخابات وليس بمعنى أن تكون هناك رفض الانتخابات نزيهة توصل إلى رئيس ما جرى لم يكن مرضيا عنه بالمحصن أنا أتحدث عن خمسة أسماء كلها معروفة من تبنى سياسة كرسي الشاغر هل نبقى أن نكرر في نفس السؤال والإجابة ما الذي منع أن نرى حوارا وطنيا وآسعا يلوم الجميع قبل وصول الانتخابات من قاطع ومن تبنى سياسة كرسي الشاغر لا يمكنه أن يتباكى الآن هذه قواعدة الديمقراطية سيد منصوري فاتكم من لبن في الصيف طبعا هو تحدث على دولة العصابات أكرر وأقول أن دولة العصابات التي تحدث عنها كانوا يدافعون عنها يمكن الآن لو تتابع الأحزاب التي تدعم هذه الانتخابات الشخصيات سواء أكاديمية أو إعلامية أو سياسية أو حتى بعض الأفراد في المجتمع المدني وبعض الجمعيات هي نفسها الشخصيات التي كانت تدافع على دولة العصابات والعصابة استعملنا هذه الكلمة أول مرة في سنة 2004 عندما كان الرئيس عاجز على الدهاب إلى الرئاسة ورغم ذلك تم ترشيحه من طرف قوى غير دستورية سميت بعد ذلك بقوى غير دستورية ونحن كنا نعلم أن تلك القوى غير دستورية هي التي تتحكم في الجزائر والآن الشخص هذا ضيفكم يتحدث في كل مرة دولة عصابات دولة عصابات ونحن دولة العصابات هذه نعرفها جيدا وخرجنا ضدها في تاريخ 22 فبري عندما كان هو يدافع عن دولة العصابة هل خرجت ضد العصابة واحدة أو العصابة اثنين؟ هل خرجت ضد العصابة واحدة أو العصابة اثنين؟ بخصوص الانتخابات الرئاسية هناك عصابة واحدة في الجزائر هي التي أهلكت الجزائر هي التي اختلست الأموال هي التي عطلت المصار الانتخابي هي التي عطلت الإرادة الشعبية هناك عصابة واحدة وهناك شعب شعب يريد أن يأخذ زمام الأمور بيده يريد صناعة مستقبل الأجيال القادمة بخصوص الرئيس القادم تحدثت عن المترشيحين المشكلة أن الانتخابات لو مرت سوف نحصل على رئيس فاقد إلى الشرعية هذا الرئيس سوف لا يمكن له أن يساعد البلد من أجل حل المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية على أكس من ذلك نحن كنا نريد انتخابات نحن لا نعارض وجود أشخاص يريدون الانتخاب هذا أمر مفروغ منه مهما كانت النسبة ولكن ما كنا نطلب به ونريده هو أن تكون انتخابات شاملة طرد الأغلبية وهذا أمر كان سهل ولكن السلطة لم تريد ذلك لأنها كانت تتخوف من أن يسترد الشعب سيئة عند هذه النقطة سيد مصوري سوف يكون عندنا رئيس ضعيف لا يستطيع هذا الرئيس سنقف عند هذه النقطة سامحني لأن المآلات التي يمكن أن نراها مع بعض الاستحقاق الانتخابي طالما شطر مهم يعني من التخوفات من تأجيل هذه الانتخابات قد أغلق طالما نتحدث عن حملات انتخابية قد أتمت نتحدث عن انتخابات في الخارج أيضا بديئات وحتى في الغد سيكون هناك انتخابات أيضا للرحل البدو الرحل أيضا في داخل الجزائر سنتحدث عن المآلات فيما بعد ذلك وإياك سيد منصوري ردوان منصوري سيد أحمد حفصي ومشاهدينا ولكن بعد فاصلا قصير ابقوا معنا لطفا الرئيس رئاسي الجزائر مرحبا بكم من جديد مشاهدينا وكذا بالنسبة لضيفينا نرحب بهما السيد أحمد الحفصي الكاتب والبحث السياسي من العاصمة الجزائر أيضا معنا الكاتب والبحث السياسي سيد ردوان منصوري مرحبا بكم من جديد وصلنا إلى نقطة حول ما الذي قد نراه بعد يوم الثاني عشر من ديسمبر الجاري يوم الانتخابات الرئاسية سيما هو أنه في الغد ستبدأ الصمت الانتخابي وهنا سأستلف معك النقاش سيد حفصي في التخوفات والهواجس التي أطلقها سيد منصوري قبل الفاصل بأننا سنشهد رئيسا ضعيفا مع بعض الانتخابات بالنظر إلى الملابسات والظروف السابقة التي سبقتها في نسبة إقبال يتم التخوف منها بأنها ستكون ضعيفة جدا وسنعود لسيناريو ربما تظاهرات وأسقاط من جديد في الشارع ما رأيك؟ السيادة ستعود للشعب الجزائري لأول مرة منذ 1962 لأول مرة في الجزائر قبل أسبوع عن موعد توجه الجزائرين إلى صاندق الاقتراع لا نعرف هوية الرئيس القادم نحن في الجزائر نحتاج إلى رئيس أكثر جرأة الآن نحن نعلم أن في أي محطة انتخابية توجد الأغلبية الصامتة أو المترددة والتي لا تذهب أصلا إلى صاندق الاقتراع هذه الأغلبية الصامتة ممكن أن تصنع الفارق في رئاسيات 2019 بالجزائر نقطة ثانية مهمة نحن نريد رئيس له الجرأة لفتح الوراشات الكبرى خاصة في الشق السياسي قد يشاطرني ضيفك الرأي عندما أقول له أن ما أخرج الجزائريين إلى الشارع يوم 22 فيفري لم تكن مطالب اجتماعية بل خرجوا من أجل إصلاحات سياسية تعيد بناء الجزائر من جديد على ضوء الديمقراطية وحرية التعبير والكفاءة كمعيار للوصول إلى أي منصب مسؤولية ومحاسبة رموز الفساد وغيرها من الشعارات التي تحققت جلها على يد قيادة المؤسسة العسكرية بعد أن نجحت في مرافقة الحراك الشعبي الذي أذهل العالم وأعطى الدروس للشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ولا قطرة دم جزائري واحدة قد نزفت منذ بداية الحركة الشعبي وبالتالي قطار الانتخابات الرئاسية في الجزائر قد انطلق ولا أحد يستطيع إيقاف الإرادة الشعبية من حقك أن تعارض من حقك أن تقاطع لكن ليس من حقك البلطجة وبالتالي الرئيس القادم في يده العديد من الخيارات حتى ولو كان منقوص الشرعية لأنه عن أي شرعية نتحدث 100% والانتخابات الرئاسية في الجزائر بمعيار 50 زيد واحد وهذا ما هو معمول به في كل دول العالم في تونس آخر انتخابات رئاسية نسبة المشاركة لم تتجاوز الـ 40% وبالتالي نحن نريد رئيس له الجرعة لفتح الملفات المتعلقة بالإصلاحات السياسية نتحدث عن انتخابات تشريعية مسبقة نتحدث عن دستور جديد يلبي مطالب الحراك وهذا الحراك الشعبي حتى لا يبقى مجرد جولة سياحية لابد أن يهيكل نفسه لأن الآن في الشرع الجزائري كل حراك له دولة في رأسه سيد حفصي هذه نقطة مهمة سمح لي أن أحيلها مع الإشارة إلى أنه حتى في تونس نظرا بعد المسار الذي سلكته البلاد مع بعض الثورة هناك تحفظات على الأداء بالنسبة للقوى السياسية على أكثر من مستوى أفضل إلى هذه النتيجة من المشاركة في الانتخابات هذا ما يتم الخشية منه ربما حتى بالنسبة للجزائر طالب هناك عدم اقتناع ربما في هذا المسار لبعض بنصوري بسؤال عن لماذا لا يتم هيكلة عندما تحدث عن مسار في الاحتجاجات الشعبية الحراك يعتبر أنه استطاع أن يغير بشكل كبير ما الذي منعه أن يكون قادرا على طرح رؤى سياسية تتلخص بأفكار برامج وشخصيات وبالتالي الحديث الآن عن نسب إقبال على ما هو التصور الذي يوجد لديكم حتى تقولوا بأنه لن يكون دي شرعية الرئيس ما بعد هذه الانتخابات أي أن كان الذي سيصل من المراشحي الخمسة الحقيقة أن الحراك قد طرح أكثر من خمسين مبادرة سياسية ودستورية وكل هذه المبادرات كانت تصب في صالح الجزائر من أجل الذهاب إلى دولة مؤسسات ودولة حق وعدل ولكن المشكلة أن السلطة رفضت أغلب تلك المبادرات وكانت هناك مبادرات لشخصيات وطنية وجمعية علماء المسلمين والمجتمع المدني ورغم ذلك رفضت كل هذه المبادرات وأكثر من أجل ما هو المعيار تصنيف شخصيات وطنية؟ ما هو معيارك لتصنيف شخصيات وطنية؟ أو نفتح نقاشات في الإعلام الجزائري لم يكن هناك شخصيات وطنية هي لم تكن من أجل لما يبدو فقدنا السيد منصوري بكل أحوال إليك تحدثت عن المعايير هذا سيعدني إليك طالما فقدنا السيد منصوري السيد حفصي على ما يبدو بأن كل الضيفين فقدناهما صوتا وصورة هذا سيحولنا بطبيعة الحال مساهدين إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل الرئاسية الجسار هل يختم هاملتون مستيراته مع فرار بدءا من عام 2021 ليحطم رقم أفصوراتها شمخر؟ ما هي تدعية غياب رفع الأسقال المصرية عن الألعاب الأولمبية المقبلة؟ كيف وصلت معركة VAR إلى أحضان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ وما هي محصلة بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين؟ ميدان الرياضة يأتيكم الاثنين الساعة الحديثة عشرة نساء بتوقيت القصة الشريف حسين بهار ويند مؤسس ومدير معهد رويان لبيولوجيا الخلايا الجذعية وتقنيتها في إيران وأستاذ علم الأحياء التطوري والحائز على جائزة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا في عام 2019 والمكرم عالميا نتعرف عليه أكثر في خاص من الداخل العقول الجميلة من الداخل يأتيكم الأحد الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت القدس الشريف أهلاً من جديد في رئاسي الجزائر مباشرة إلى ضيفينا سأعود إليك سيد منصوري حيث كنت تتحدث وفقدنا التواصل معك ومع السيد أحمد حفصي كان يطرح عليك سؤال حول المعايير التي تضعها لشخصيات الوطنية وكنت تتحدث عن رأيك حول المبادرات أو تطرح ما قدم من مبادرات وتم رفضها بين قصين ما سميتوا بالسلطة تفضل يبدو أيضاً أن فقدنا سيد منصوري على ما يبدو هناك مشكلة في التقص أيضاً مشاهدين أدت إلى أن نفقد التواصل مع سيد ردوان منصوري بكل أحوال أنتقل إليك سيد حفصي أيضاً طالما تحدثت عن المعايير لأنك وصفت الكثير واستخدمت الكثير من المصطلحات بما فيها البلطجة وأنت تصف بعض الأراء أو ربما ما تعتبره تصارفات خارجة أو أدت إلى حرف الحرك من تقصد على أساس تستخدم هذه المصطلحات كمصطلح البلطجة البلطجة السياسية الآن في الجزائر تحولت إلى ديكتاتورية في الشارع لأن للأسف الشديد أي رأي مخالف يتعرض إلى التخوين السب الشتم الاعتداءات اللفظية وغيرها من العبارات الأخلاقية التي تخون الآخر عندما يتحدث ضيفك من الجزائر حول الشخصيات الوطنية ما هو معيار اختيار الشخصيات الوطنية؟ هل هي الشخصيات التي ينصرها حراك البريد المركزي في قلب العاصمة أم في عنابة في أقصى الشرق الجزائري أم في سوق هراس أم في تبسة أم في قالمة أم في عنابة أم في سطيف أم في ورقلة أم في بيجايا أم في باقي الولايات عن أي شخصيات وطنية يتحدث توجد 48 محافظة في الجزائر واليوم رأينا 58 محافظة كيف يمكن سيد حفظي لماذا استفزت موضوع الشخصيات الوطنية؟ لماذا تجري هذه المقارنة بالأساس؟ لأنهم يريدون شخصيات وطنية على المقاس بخلفيات إيديولوجية فقط ما المقصود بالخلفيات إيديولوجية؟ بخلفيات إيديولوجية ما المقصود بالخلفيات إيديولوجية؟ ما المقصود بالخلفيات إيديولوجية؟ هؤلاء الذين يريدون اليوم التحييد من تقت القبائل عن الانتخابات هل ضيفك له شجاعة ليتحدث عن ما يحدث في تيزي وزي وبجاية ولبويرة هل له شجاعة ويتحدث عن غلق مباني هيئات رسمية هل له شجاعة أنا عندي شجاعة وأقول استسمعه سيد منصوري تفضل طبعا هو الآن يلمح إلى محاولة تخوين أي شخصية تطرح مبادرة رغم أن المبادرة التي طرحت طرحت من شخصيات أنت تناقذ نفسك تتحدث عن خمسين مبادرة أنت تناقذ نفسك من الأحزاب ولكن هم حاولوا تخوين هذه الشخصيات أنت تناقذ نفسك تتحدث عن خمسين مبادرة لو كنتم حراك تقدم مبادرة واحدة لا نحتاج مبادرة واحدة بل نحتاج لعديد مبادرات لأن في تبسة توجد مبادرة وفي شبهرس مبادرة وفي ألجي مبادرة وفي ألجي مبادرة وفي تزيوز مبادرة وفي مستغن المبادرة هذا الكلام لا تستطيعون أن تقولون لأن الحراق ليس شخص واحد أو حزب واحد أو فيارة ودروج واحد بل أن الحراق تتجرني إلى كسر واجب التحفظ سيد حفصي نسمعه أشرت الكثير من الوقات سيد حفصي تفضل سيد منصوري أنت تجرني لكسر واجب التحفظ سيد حفصي سيد حفصي أشرت للعديد من الوقات تفضل تفضل الحراك الشعبي قلنا أنه يحتوي على العديد من التيارات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني لهذا من حق أي تيار أن يطرح مبادرة ولكن أغلب هذه المبادرات كانت تصب حول انتخابات نازية وحقيقية هذه الانتخابات من يفاوذ من؟ من يفاوذ من؟ من يفاوذ من؟ طيب 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 من يفاوذ من؟ نحن عندما نقول من يفاوذ من يريد إجابة؟ من يهم الشخصية بل يهم المبادرة ودراسة المبادرة من يفاوذ من؟ من يفاوذ من؟ من يفاوذ من؟ سيد مصوري الشعب الجزائري يفاوذ السلطة الحقيقية الجيش قال لكم لا يفاوذ الجيش مؤسسة الجمهورية لا تفاوذ من تفاوذون؟ لماذا ليفاوذ الجيش؟ أمر طبيعي الجيش هو الذي يساعد الشعب على عزل الرئيس عزل عزيز بوتفلقة لهذا أمر طبيعي سيد حفصي سيد حفصي من دفع بوتفليقة إلى الاستقالة؟ سيد حفصي أريد منك أن تقول لنا من الذي أشرف على هذا المسار؟ من الذي نشرف على هذا المسار حيث وصلنا؟ باعتماده على الشرعية الشعبية التي كانت في الشارع أليس خطاب قيادة الأركان هو الذي دفع أبو تفريقا إلى رمي المنشفة بعد ساعات؟ أليس خطاب قيادة الأركان من طاقارة هو الذي أصبر أبو تفريقا على كل حد لأن في حالة عدم وجود شرعية شعبية كان المجتمع الدولي سيعتبر ذلك انقلاب ونحن لم نكن نريد ذلك أن يحدث بل كنا نريد للجيش أن يعتمد على الشرعية الشعبية التي كانت في الشارع ثم انقلبتم عليه الجيش فقط نشير إلى أن الساعة حفصي ليست موجودة فقط انقلبتم عليه بل نحن من قلنا الجيش والشعب خاوة خاوة ولا تزال المؤسسة العسكرية تؤمن الحراك لهذا من الطبيعي أن تشارك المؤسسة العسكرية في زارة شؤون البلد بما أنها هي المؤسسة القوية ولكن هذا من أجل تحقيق الإرادة الشعبية للدهاب إلى دولة الحق والمؤسسات الدولة التي نبحث عليها جميعا من أجل تحقيق مؤسسات حقيقية تضمن مستقبل الأجيال القادمة أما هذه الانتخابات المشكلة أنها ستفرز لنا رئيس شرعي غير شرعي أو منقوص الشرعية أو ليس هناك رغبة للتعامل معه سيد منصوري ونحن سنواجه في المستقبل سيد منصوري الصوت يستمتقطع بكل أحوال أكرر أن هناك أحوال طقس سيئة تؤثر على أصول الصوت والصورة بشكل واضح من ضيفين سيد أحمد حفصي وأيضا سيد ردوان منصوري وكلاهما معنا من العاصمة الجزائر ويسقنا نقطة مهمة جدا بالنقاش حول المآلات التي يمكن أن نراها ما بعد انتخابات الثاني عشر من ديسمبر الجاري خصيما وأنه هناك تحديات أمام أي رئيس يصل أي مرشح يصل إلى قصر المرادية تحديات أساسية على المستوى الاقتصادي وهذا يتم أيضا التحذير من الواقع الاقتصادي للجزائر مآلات حتى بالنسبة للجانب الاجتماعي وأشار ضيفنا أيضا سيد حفصي لبعض الحساسيات والعمل عليها كما قال في بعض الولايات أيضا في الجزائر الجانب الأمني أيضا مهم وكذا بالنسبة للعديد من التحديات وهي كانت أيضا من ضمن الأسئلة التي طرحت في المناظرة الأولى والتاريخية التجربة الأولى حتى في الجزائر والتي وصفت أيضا بالتاريخية والتي اتبعها بشكل كبير وكان لها صد واسع بلنسبة للمؤيدين أو المعارضين للخيار الانتخابي طرحت كثيرا هذه النقاط خصوصا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي وكان هناك بعض التعليقات والتحفظات بالنسبة للشق السياسي بطريقة التي تم نقاشها في هذه المناظرة بكل الأحوال بسبب الخلل الذي تم بالنسبة لواقع التقص والأحوال المناخية والجوية تعذر علينا إعادة الوصل مع ضيفينا لدينا نشكرهما حتى على ما قدمه لنا في هذه الحلقة من الرئاسية الجزائر لأنه كان في حيوية كبيرة في نوع من يعني تحسب أيضا للجزائر ما بعد الثاني عشر ما بعد الثاني والعشرين من فبراير شباط في الحرية والتعددية أيضا السياسية والحيوية أيضا في الطرح نشكر الكاتب والبحث السياسي سيد أحمد حفصي كان معنا بالعاصمة الجزائر وكذا السيد ردوان منصوري وهو أيضا كاتب الباحث السياسي ولكم مشاهدينا الرئاسية الجزائر انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة